بداية كده هنيك وقولك مبروك اللي انت عملته مع امبي الموسم اللي فات موسم كان محدش يتصار زي ما كنت ريسة بقول ان امبي اصلا يكمل مش اقولك ان يتحط في مركز محترم في جدول ترتيب الدولي ان هو يكمل الدولي عملت ايه؟ اولا واخيرا وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى دي حاجة لازم نبقى مسلمين بيها ولازم طبعا نبقى حطينها قدامنا في كل حاجة في حياتنا طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده اولا واخيرا يعني ثانيا ان انت الفكرة وانت راح امبي كان عندك اهداف مختلفة او كان عندك طموح مختلفة كنت مضغوط جدا لان كنت خارج من تجربة صعبة جدا علي تجربة الجونة قلت لك ابل كده احنا عالتليفون انا لو مكانك مش هامل كده صح صح دي حاجة ملوحش استلم فريق عنده مشاكل كتير وانا اصلا لسه طالع من تجربة مكتش موفقة او من الاداء كان فيها محترم جدا مع الجونة وانا برضه بكبر اسمي اكتر واكتر اسمي كبير ومحترم بس بكبره اكتر فمش محتاج اي خبطة جديدة ممكن تأثر على الكرير بتاعي ده كلام سليم مليون في المية بس هي شغلنتنا كده كابتان كريم دايما طول الوقت طول الوقت انت في تحدي طول الوقت انت في تقييم طول الوقت انت متشاف طول الوقت الناس بتحاول تحطك في مكان مختلف طول الوقت انت بتحاول تحط نفسك بصورة كويسة جوا الجدول او جوا الدور عندنا يعني في مصر فالفكرة ان انت وانت راح امبي انت سألت نفسي سؤال يعني انا راح اعمل ايه ايوه هي دي النقطة انا راح اعمل ايه الفاركة في مركز الستاشر وستاذ ايمن الشريعي بقى مان ومجلس دارة كله وناس محترمين جدا جدا وراحب بيكننهم كل حب واحترام وتأدير بصراحة ناس راعين جدا وكانوا صبرت لنا طول الوقت وكانوا مسندنا فانا راح معهم انا فاكر ايمن الشريعي قال لي بقولك ايه انا نفسي بقى زي اسوان النفسي نمشي كده زي اسوان او المحل او حاجة كده يعني فقولت له لا ان شاء الله هننهي و هننهي في صورة كويسة احنا بعد ما كسبنا الزمال قلت له هناخد السادس لا والله العظيم والله العظيم قلت له كده واحنا كان ترتبنا تقريبا ل 12 او حاجة كده او 13 في جدل قلت له ان شاء الله هناخد السادس في الجدل من ايه بقى هذه السقة دي السقة بتيجي بقى من ان انت مؤمن طبعا بقدار ربنا سبحانه وتعالى اولا ومؤمن بنفسك وبشغلك ومؤمن بالعيبتك اللي معك كمان بتتطور يوم عن يوم مهم جدا انا كريم ان انت وانت معاك لعيبة انت حسسها وانا مش حسسها صح انت النهاردة حاطت ايدك على المفاتيح جواتيم ولا عملت حالك وايسا ولا لا فالحالة دي بتطمن بغض النظر على الاداء خلي بالك احنا كسبنا خمس ماتشات بعد انتغلبنا المصر وانا خرج من المصر كنت سعيد جدا بالفرق سعيد جدا رغم ان انا في قط اللبس دوست عليهم شوية بعد المباراة لكن سعيد جدا بالاداء قلت له مستحيل مستحيل نخسر ماتش ده ضيعنا 17 فرصة تقريبا سعيد ان احنا وصلنا للجولد سعيد بالاداء جدا فانا حاس ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا فلما روحنا ماتش الزمالك وكسبنا كسبنا بعد اربع مباريات وارا بعض وخبالك فالفكرة علما انك لما تخسر ماتش وانت بستلم مهمة دي فيها مشكلة تكسب الزمالك ممكن الفريق يتأثر بعدها انت كسبت الزمالك فخلاص طرق بعدها لا انطلقنا وكانت انطلقا من هنا وكان المباراة دي كانت يعني بصراحة بالنسبة لنا علامة كبيرة جدا جدا جوا الدور انها وادتنا لبعيد قبل ما خش على المباراة بتاعت امبي في البطورة وازاي مشيتوا المسيرة دي طه برضو جاي بعد بداية للكابتن احمد كشري ما كانش فيها توفيه وكان لسه مستلم الفريق بالحاول يكونه من اول وجديد بعد رحيل عدد كبير من النجوم المهمة وبعدها الكابتن طلعت يوسف اللي ما خدش فترة كبيرة جدا وربما الكابتن طلعت يوسف فكر زي مكان المفهود انت تفكر انه انا مش هستلم فرقة واهبط بيها ويحصل لي مشكلة تاني وانا اسم كبير في الكرة المصرية فراج الرحل انت استلمت فرقة بقى نفسيا فيها مشاكل معنويا فيها مشاكل حتى على المستوى الفني لما تبص على بالمقارنة بباقي الفرق فممكن تبقى امكانيات بقى الفرق اللي معاك في المنطق دي امكانياتها اكبر منك على مستوى التشكيلة كل ده ما الاكش الا اني طبعا بس ها دي شغلتنا ها دي الشغلانة بتاعتنا احنا دايما طول الوقت مضغوطين ودايما طول الوقت تحت ضغط وهم جدا تقيس نفسك بقى في المواقف زي دي انت بقى مدرب كويس ولا مش مدرب كويس ولا انت بتضحك على نفسك ولا انت عايز تشتغل هنا شهرين وتمشي وتروح تشتغل هنا شهرين وبعدين تنزل درجة وبعدين تعلى درجة انت عايز من الشغلانة يعني انت عايز من الشغلانة عايز عندك طموح وحطه قدامك وعندك هدف وعايز تروح له ولا انت عايز تبقى مدرب عادي اللي هو تشتغل هنا مرة وتقعد سنة وبعدين تشتغل تاني فاصل التجرب دي من ناحية تانية هي اللي بتصنع الاسر هي دي النقطة بقى والضغط اس نفسك تحت الضغط دايما طول ما الدنيا كويسة وطول ما الدنيا بسيطة وعادي اي حد ممكن نشتغل صح لكن تحت الضغط هنا اللي بتفرق صح يعني انا عايز اقوله دايما في الكرة حنا بقول المكسب ليه ألف أب والخسارة ملا شغل أب واحد فدايما انت بتقوله دايما في المكسب اه فلان اشتغل كويس وحد لانه وترتن جميل جميل في الخسارة انت تحملها لوحدك فالموقف ده انت لتتحمله لوحدك زايد أن أنت خارج من تجربة صعبة جداً بتاعت الجونة فأنت أريد تثبت نفسك يعني بأي طريقة فقدت مركز فيها جداً كنت مقتنع أن ربنا سبحانه وتعالى شغل لي حاجة كويسة لأن الأداء أنا في الجونة سبحانه الله كان حسين الزينة يقول لي أنا 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 مش عارف في إيه بس أنا حاس أن ربنا سبحانه وتعالى هيعرفنا الكلام ده بعدين فبعد ما أمشينا كويس في الجونة أكلمني قال لي إن شاء الله قلت لك أني فعلاً أنا حاس أن ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى شغل لك حاجة كويسة فسبحانه الله يعني فتحس أن أنت مهمة جداً أن أنت تبقى مركز مهمة جداً تتقفل على نفسك أول لقاء بينك وباللعيبة أمبي أنت مستلم بقى لعيبة فعلاً خلصانين أنا أتكلمت مع لعيبة أمبي قال لك إحنا كنا عارفين إحنا من جونة إحنا نابط خلاص الموضوع المنتهي بعد بداية الموسم السيرCH قلت لهم إيه كنت أمين معهم جداً كنت صريح معهم جداً كنت واضح معهم جداً كنت بقول لهم أنا عندي لعبة كويسة وفي أسميئة كويسة لكن حالتكم مش أحسن حالة ودي نقطة مهمة جداً أنا دائما بقول يا كيمو دائما إيه ومتجيب لعيب إمكانيات لعيب لكن لما بتلاعب بتلاعب حالة فدايما الحالة بتدور على الحالة ما بتدورش على الاسم الحالة دائما لازم تسبق الاسم وانت بتلعب لعب جواتين مش وانت بتجيب لعب النادي فمهم جدا النهاردة ان الحالة بتاعتك تبقى افضل حالة فلازم تشتغل كويس ولازم تمركز كويس ولازم تضغط ولازم 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 وحطنا خمسة ستة عناصر عشان نشتغل عليهم وبدأ ان نشتغل تاكتك من اول يوم احنا عايزين ايه من الكورة احنا عايزين ايه واحنا بندفع ازاي وروحنا للأسيات في الكورة رقم واحد واثنين وثلاثة لازم ندفع كويس لان احنا كان اي حاجة بتروح علينا كان عندنا فيها مشكلة لو انت عندك مدفعين كويسين جدا وعندنا حراس كويسين جدا وعندنا لعبة في كل الخطوط كويسة جدا لكن زيان بقولك الكريم تاني مش في احسن حالة ودي النقطة المهمة وكمنظومة كان فيها مشكلة هذه النقطة فانتقدرنا نغلي في الفرقة بالحالة نسيبك بقى من مين كويس ولا مين وحش مش فرقة معايا فخلينا الحالة كلنا اشتغلنا وكلنا عطينا على التراك وكلنا بدأنا نشتغل وكان فيه عدل بيني وبين العبتي مهمة جدا دي في الكورة طالما الامور مش في احسن حاجة فمهمة جدا دايما طول الوقت العدل هو اللي دايما بيسوءك في تشكيلك او بيسوءك في مين يشتغل ومين ما يشتغلش فدي نقطة مهمة جدا